مملكة البحرين المؤتمر سلامة المرضى أن جائحة كوفيت 19 هي سبب التركيز الأساسي للمؤتمر على الوقاية من العدوى ومكافحتها والسيطرة عليها أوضحت الدكتورة سلمان أن المؤتمر أوصى في ختام أعماله بتضمين ورشة العمل تدريبات عملية على الموضوعات الرئيسية والتي نقشتها والتوسع في مناقشة موضوعات الإشراف على المضادات الحيوية والتدريب على كيفية بناء برنامج ومؤشرات الجودة لمتابعتها ومتابعة آخر التطورات والتحديثات في مجال التأهب للكوارث على أساس الدروس المستفادة من كوفيت 19 إضافة إلى التخطيط على مدار العام للندوات ورش العمل لنفس الموضوعات التي سيتم تناولها لضمان أفضل مستوى من التعليم والتدريب من جانبه قال البروفيسور فاري جيفري رئيس اللجنة العملية للمؤتمر إن مؤتمر سلامة المرضى الذي أقيم تحت شعار الوقاية من العدوى ومكافحتها حقق نجاحا بارزا بعد أن شارك فيه على مدى أربعة أيام 16 متحدثا وخبيرا من الاستشاريين والأخصائيين المرموقين من البحرين والمنطقة والعالم إضافة إلى استقطاب المؤتمر لـ 330 مشاركا من العاملين في قطاع الرعاية الصحية والطبية من كثير من الدول